ضحكات تعلو بينما يصرق أحدهم طالباً المساعدة يبدأ بالركض لعله يطفئ حريقاً التهم كامل جسده إنه المواطن سلمان عبد ثابت ويعاني من مرض نفسي هنا في منطقة السياني محافظة إب اعتقد من أحرقوه أنهم سيجعلونه تسليات ساعات ومن ثم سيفلتون بفعلتهم الشنيعة هذه لكن ما لم يكن في حسبانهم أنهم في عهد وسائل التواصل الاجتماعي بضع ساعات فقط والعالم الافتراضي كله أصبح على علم بالحادثة بدأ الجميع بنشر الفيديوهات والصور بل والتحقيق للوصول إلى مكان وزمان تنفيذ الجريمة وأسماء الجنات والضحية توحش اليمنيون يقول البعض كما هو لسان خالد الرويشان حينما كتب في صفحته على موقع الفيسبوك بأن المجني عليه شاب مسالم مسكين مصاب بأعراض نفسية وجنات شباب مصابون بالتوحش مثل ضباع سائمة وكأنها مزحة اليوم الشاب المحروق لم يمت لكنه نصف ميت مذهول مصدوم محروق لكن البلاد هي التي ماتت واحترقت وتوحشت كما يقول هم لا يمثلون إلا أنفسهم يقول الأغلبية فهذا المشهد لا يمكنه تمثيل شعب هم أرق قلوبا وألين أفئدة غابت الدولة وغاب القانون التهمت الحرب حياة الكثيرين والتهمت أيضا قلوب البعض منهم في جريمة مكتملة الأركان معروفة الجنات والضحية لكن من سيعقب هؤلاء في عهد لا دولة فالموت صار حدثا عاديا في زمن الحرب بالرغم من هذا تظل بشاعة المشهد أكبر من أن يتحملها الوطن اليمني